رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله وعلى آله وعلى آله وعلى جميل ما علامة الإظهار في أحكام النوم الساكنة والتنوين والموم الساكنة واللمات السواكن سواء كانت في اسم أو فعل أو في هل وبل علامة الإظهار في ذلك كله أن تجد كل حرف من هذه الحروف عليه رأس الحاء ورأس الحاء اختصار لكلمة خفيف أو استرح كما روي عن الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله وأما علامة الإظهار في التنوين فهو أن تجد الضمة وفوقها نصف دائرة وأن تجد الفتحتين والكسرتين متوازيتين وأما علامة الإضغام في النوم الساكنة والتنوين والموم الساكنة واللمات السواكن فهو أن تجد الحرف الأول بغير شكل ليس فقاشي وأن تجد الحرف الثاني مشدتا وأما التنوين فعلامته أن تجد الضمتين مرسومتين وأن تجد الفتحتين غير متوازيتين وكذا الكسرتين تجدهما غير متوازيتين ويستسنى من التجديد أنواولياء لماذا؟ لأنهم القبيل الإضغام الناقص كما مضى معنا طيب من يقرأ من لدن من ربهم هذا من طريقة طيبة وبناء على طريقة طيبة من الممكن أن ترسم هذه الكلمات التي فيها إضغام ناقص يعني إضغام بغنة من لدنهم من ربهم وما شبه ذلك في لا مرة ترسم بغير تجديد ولأن القرآن الكريم رسم بناء على طريقة الشاطبية وجدنا الحرف الواو وحرف الياء بغير تجديد وجدنا اللام وراء عليهم تجديد لماذا؟ لأنه إضغام ناقص في الواو ولياء وإضغام كامل في اللام وراء كما هو أيضا إضغام كامل في النون والميم لأننا قلنا هذه الغنة هي غنة النون الثانية ويغنة الميم مثل من نعمة مما كما مضى ذلك معنا من قبل وأما علامة الإخفاء في النون الساكنة وفي الميم الساكنة فهو أن تجد النون الساكنة والميم الساكنة بغير شيء ليس فوقهما شيء وكذلك التنوين أن تجد الضمتين وأن تجد الكسرتين والفتحتين غير متوازية وأما علامة الإقلاب فهو أن تجد النون الساكنة فوقها ميم صغيرة وأن تجد الميم الصغيرة هذه أيضا ملازمة لضمها قبلها أو لكسرها قبلها أو لفتحها قبلها في التنوين لأننا قلبنا هذه النون ميما فنقول سميع بصير نقول مثلا من بعد فعلامة الإقلاب في النون الساكنة والتنوين واحدة ألا وهي الميم الساكنة والحمد لله رب العالمين وصلي الله وصحبك سيدنا محمد وعلى الله وصحبه